اشتركوا في القناة هنعرف كتير عن الفقرة دي وضيفي وضيف حضراتكم محمد الشرقاء ومنصق الحملة أهلا بيك محمد أهلا وسهلا بيك فن يعني كلمني عن الحملة ومصر بخير مصر بخير دايما يا رب إن شاء الله إن شاء الله مصر بخير دايما ومصر بخير بشبابها وإذن الله إحنا عملنا الحملة دي ببتدناها من البحر الأحمر أنا الحقيقة واحد من الناس اللي مشوا من القاهرة راحوا البحر الأحمر يبتدوا هناك ويعني بنتهز الفرصة عشان أقول لأي شاب يقدر إنه يقدر يبتدي في حتة جديدة غير قاهرة يعمل كده فورا كويس أوي وبحييك على الرسالة دي وبضم صوت لصوتك يعني لأنه في أماكن كتير في محافظات كتير في بلدنا محتاجة الشباب دوي رحت ليه البحر الأحمر وليه الفكرة جات لك البحر الأحمر مكان مليان بالصراط إحنا للأسف للأسف الشديد مش بنستخدمها وأهمها مثلا الأيدي العاملة هناك الشباب اللي هناك في شباب في البحر الأحمر وصل لمرحلة إنه في مجالة سياحة مثلا بيكلم روسي أكتر من روس وده من غير ده باكتهادات شخصية فاكتشفت إنه فيه فرصة كبيرة جدا هناك لنا كلنا إنه إحنا نبتدي المنافسة أقل الفرصة أكبر فابتديت من هناك وده على كرير العمل في السياحة لا أنا مش بشتغل في السياحة أنا بشتغل في مجالات أخرى يعني في الأعمال وخاصة في التعليم هناك فرصة كويسة جدا إنه إحنا نبتدي بفهم موضوع التعليم طيب أنت روحت هناك والبحر الأحمر وحطيت أو نصقت حملة مصر بخير كلمني عن الحملة دي الحملة دي عبارة عن مجموعة شباب متحمس جدا قررنا إنه إحنا نبتدي نعمل حاجة نساهم ومش شرط بالشكل السياسي المعروف بس لإنا إن حمسنا ده كله كلام عايزين إن نوظفوا بقى على أرض الواقع فالحقيقة ما عبدأت مشروع قناة السويس لأنه دي فرصة كويسة جدا إنه إحنا نبتدي نعمل حاجة كويسة لأنه اقتناعي الشخصي واقتناعي كل الفريق العمل اللي معانا إنه نجاح المشروع مش بس في حفره نجاح المشروع في تجهيز العمالة اللي هتشتغل اللي بيفرق بيننا وبين أي دولة تانية هيبع عندها مينة كبيرة أو مجمع صناعي كبير ضخم زي قناة السويس هي العمالة وجهازية العمالة لسوق العمل صحيح لكن اللي هينصق ده وهينظمه أكيد أجهزة الدولة طبعا فيه تواصل بينكم وبين هذه الأجهزة والله فيه تواصل فعال جدا جدا بصراحة أجهزة الدولة كلها متحمسة جدا لموضوع قناة السويس أي موضوع اللي علاقة بقناة السويس بنلاقي ترحيب وبنلاقي همة ونشاط وعدم روتين يعني اتفاجئنا كلنا فده بصراحة ساعدنا أكتر إنه احنا ما نحبطش يعني زي ما تقال وزي ما ذكر السيد الرئيس في أحد خطاباته اتكلم وقال إنه حيوفر مليون فرصة عمل أنا هاجي بقى لعملية التنصيق بأنك أنت تختار الناس أو الشباب أو الفرص العمل دي منصقينها إزاي؟ موزعينها مستويات؟ عرفني أكتر عن المشروع إحنا أولا بنجيب من وزارة القوى العاملة تعاون برضو بصراحة كبير جدا منهم وبنشكرهم جدا عليه أولا بنجهز قاعدة البيانات سنيا بنجهز أنواع الوظيف اللي هيبقى محتاجها المشروع في مراحله يعني في البداية بنبقى محتاجين إيه ثم بعد مثلا ثلاث سنين بنبقى محتاجين إيه بحيث إن إحنا نبتدي نجهز ونعرض مشروعات للتدريب السريع سواء لغات متخصصة لأن فيه فرق ما بين اللغة واللغة المتخصصة في مجال معين في مجال الشحن والتفريغ في مجال المراكب وصيانة المراكب فنلما قاعدة بنجيب البيانات دي بتاعت الشباب اللي جاهز يروح وبنشوف الوظيفة اللي موجودة وكله تحت المظلة وزارة الشباب مع وزارة القوى العامل كويس قوي إيه نوعية الشباب اللي تقدمت لغاية دلوقت والعدد كام وإنتوا كمجموعة بتشتغل في مصر بخير كام إحنا كمجموعة في مصر بخير سواء ما بين غارب والغرداء بنتكلم في حوالي 120 شخص 120 شاب وفيه بقى تفاوت في الشباب اللي عايز أشترك يعني فيه شباب كتير جدا عايز أشترك بس عايز أشترك بكرة عايز أشتغل بكرة فده طبعا بنحاول نشرح ونحاول نعمل زي توعية إنه علشان تشتغل لازم تجهز إحنا عندنا في مصر مشكلة أن أنا عايز أشتغل أشتغل بكرة طب أنا ممكن أشتغل بكرة بـ 1200 جنيه وممكن أتجهز وأشتغل بـ 2500 جنيه صحيح فده اللي بنحاول إن إحنا نعمله مع الشباب هم دلوقتي حاليا أكتريت الشباب متحمسة جدا الموضوع بس فيه جزء كبير جدا محبط ده اللي بنحاول نحن نغيره مع بعضه كلنا طيب أنا بس أنت قلت نقطتين مهمين جدا في مجمل حوارك وهي الشباب اللي هو عايز يجهز دوت بيجهز إزاي من خلال دورات تدريبية من خلال سمينار بتعمله مفتوح بتتكلم وبتعمل انترفيو مع الشاب ده تعرف هو ينفع في إيه المؤهل بتاعه بيأثر مثلا في اختياراتك عايز أعرف ده بل الزبط إحنا الأول ما بنعرف الوظيف المطلوبة في المرحلة الأولانية بنبتدي ندور على التخصص وعلى فكرة أنا اهتمامي الشخصي جدا جدا بموضوع التعليم الفني يعني بالنسبة لي خريج التعليم الفني في مشروع قناة السويس هيبقى له الأولوية عن خريج الجامعة مثلا لأنه وده ودي ثقافة عما لازم كمان نحاول نغيرها فمثلا بيبقى الأولوية لخريج التعليم الفني وفي التخصص المعين اللي هو في بداية المشروع ثم بننتقل من بداية المشروع ده بنروح لل يعني للخطة بيه بقى اللي هو النص التاني من المشروع بتبتدي تحتاج عمالة أكثر احترافا فده اللي بيحصل خلال التدريب احنا حنقدر نضرب قد إيه على نفقتنا الخاصة بنحاول الحكومة تقدر توفر لنا إيه تقدر توفر لنا أماكن في حاجات لوجستية تقدر الحكومة تعملها وبصراحة هو ما بالناس مش متأخرة يعني لحد دلوقتي فبس ده اللي احنا بنحاول نعمله كويس طيب محمد عايز أروح بقى لتفاعل الشباب والتعاون معاك في الحملة دي وانتو زورت الموقع ولا لسه تكلمني أكتر عن الكلام لا الحقيقة احنا لسه ما نزور نشر الموقع وبأمانة برضو شديدة جدا وده مش نقد الحد لكن احنا بنحاول نشتغل على الارض مش نروح يعني أكتر من أننا نروح نزور الموقع ونتصور تعايز تروح معاك ورقك كامل ناسك كاملة عايز أروح أضيف يعني عايز أروح أضيف الناس اللي معانا كلها شباب مش قادرة تسمع مش قادرة تسمع كلام حلو ناس عايز تشوف شغلة على الارض طب سؤالي انت رحت البحر الأحمر طب ليه ما بدأتش من القاهرة وجمعت مجموعة من الشباب وحاولت تعمل عملية تفريغ من العاصمة ويتدور ويبحث الشباب ده على فرص عمل في أماكن تاني ليه ما عملتش ده لأن في مصر في القاهرة الموضوع بيبقى موضوع سياسي وأول سؤال بتتسيله طب أنا حكسة بإيه من الموضوع ده أنت كقائم بهذه الحملة طبعا قاهرة صعب جدا لأنه أي واحد بيشتغل في أي عمل عام بيبقى عايز بكرة يبقى وزيري يبقى رئيس حزب يبقى رئيس وزراء يعني مثلا في محافظة البحر الأحمر لا الناس الرادي مش الهدف عندها الشهرة قدم الهدف عندها بلدها هم محبين جدا ومتربطين جدا ويحبوا بلدهم جدا وأي حاجة صغيرة بتتعمل في البحر الأحمر أو في أي محافظة تانية بتبان فورا صحيح العائد بتاعها كمان بيظهر بالزبط السياحة وده جزء مهم جدا من الاقتصاد المصري عندكم أفكار للموضوع ده بتبدأ تاخد لأنه نفس النسق اللي انت شغال عليه عملية تأسيم الوظائف واختيار الناس أتخيل أنه ده هيعمل دعم للسياحة هتورد عمالة جيدة صح؟ مظبوط 100% بس في موضوع السياحة بعيدا عن قناة السويس وبرضه من هنا من برنامج حضرتك أنا يعني بقى طالب أنه ربنا يكرمنا ونبتدي نستخدم اللي موجود عندنا اللي ربنا تدهلنا إحنا عندنا جزر في البحر الأحمر أحسن من أي مكان في العائلة صحيح مطلوب أنها تستخدم هي عبارة عن قطع رملية في وسط البحر بديعة مطلوب أن حد يبتدي يوافق لنا أنه إحنا نبتدي نجهز الأماكن دي نبتدي نعمل فيها قوتلات نشارط قوتلات 5 ستارز قوتلات نظام دهب نظام عايز أبتدي أمل حياتي أنه البحر الأحمر يجي سياحة أوروبية في الشتاء اللي هو بيبقى عندهم الجو تلج بنبقى إحنا عاديين بميوهات في البحر صحيح فحرام عدم استخدام الجزر دي ويعني ده بجد اللي إحنا بنطالب به محمد أخيراً وقبل ما أختم معاك عايز أعرف أنت مشروعكم وحملتكم بتقف عند جمع البيانات فقط لغير وتقسمها وتسلمها للجهات المنوط بها هذا الأمر ولا أنت هتشارك في هذا العمل بإيدك وحتشتغل عايز أعرف ده إزاي إحنا إن شاء الله بإذن الله مع خطوات المشروع وهي ماشية هنبتدي في موضوع التدريب هنقدر نعمل إيه في موضوع التدريب ده إمكانياتنا لحد ما نلاقي إمكانياتنا مش قادرين عليها ومحتاجين دعم من أي جهة بقى هنبتدي إحنا نتكلم مع حد في موضوع التدريب أنا اتجاهي كله للتدريب للأمالة اللي هتبقى موجودة تطلع عامل مؤهل ومضرب إن هو يفيد المكان اللي هو هيشتغل فيه وهيفيد نفسه بالتأكيد على زي ما أنت قلت وخلينا شوية نشد ودان الشباب ونميلهم لأن هم يروحوا ويبحثوا عن فرص عمل إنك إنت لو أنت ما عندكش كرصات تدريبية أو مش متضرب أو مش مؤهل هتشتغل صحيح بألف جنيه إنما لو أنت مؤهل هتاخد أكتر من الألف جنيه دي بكتير ممكن اتنين ممكن تلاتة وإنت ومجبودك محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا فهم نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أنت وشباب كتير زيك لكن قبل ما أختم بسرعة كده اللي عايز يتواصل معك يتواصل إزاي على الفيسبوك؟ يتواصل عن طريق الفيسبوك الصفحة الرسمية محمد الشرقاوي الصفحة الرسمية وحملة مصر بخير حملة مصر بخير اتمنى التوفيق لحضراتكم للشباب اللي بيكتهد عشان يساعد في بلده أخرج لفاصل وبعد الفاصل هلتقم حضراتكم الفقرة القادمة من برنامج أيامنا خليكم معنا